أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بانك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستكين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتكين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزكناهم ينفكون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسأ كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظه ما وهو العلي العزيم لا إقراح في الدين قد تبين الرشد من الغيم فمن يغفر من الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الرفقى لانفصاب لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسب قوبه الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمل الرسول بما أنزل إليه من رفه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وقتبه ورسنه لا نفرق بين أحد من رسنه وقالوا سمعنا وأطعنا غفرا لك ربنا وإليك المسين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراك ما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفؤنا واغفر لنا وارحمنا أنت بولنا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يوند ولم يكن له كفوان أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود من رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر لفافات في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسفس في صدور الناس من الجنة والناس أسبحنا وأسبح الملق لنا والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النصور أسبحنا على فطرة الإسلام وقلمة الإخلاس وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من لدى بينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أمزينا أمزينا على فطرة الإسلام وقلمة الإخلاس وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من لدى بينا إبراهيم حنيفا وباكان من المشركين اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وسدر فأتم علي نعمتك وعافية وسدرك في الدين والدنيا والآخرة اللهم ما أسبابي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أمسابي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربنك الحمد كما ينبكي لجلال وجهك الكريم وعديم سلطانك رديد بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزكني فحما واجعلني من الصالحين سبحان الله وبهمته عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كرماته بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بك لمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلب جتين وطهر الرجال اللهم عافني في بدنيه اللهم عافني في سمعيه اللهم عافني في بصريه اللهم عافني في قلبيه اللهم إني أعوذ بك من القفر والفكر وأعوذ بك من عداب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربك لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطع أعوذ بك من شر ما صنع أبوء لك برعبتك علي وأبوء بدمبي فاغفر لي فإن له لا يغفر التلوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارق على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فما بارق على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملق وله الحمد يهمي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبهمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد أبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسنيما أدد ما أحاط به علمك وخط به قلبك وأحصاه كتابك وارضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعني وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين صبحان ربك رب العزة عن ما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع ملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء في يدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ما تشاء بغير حساب اللهم إن هداعك بال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر ليه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوزك الله مرابطتا وأدمتها وحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفوه وشرح صدورها بفين الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيك بمعرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النسير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتكين الذين يؤمنون بالغيب ويكيمون الصلاة ومما رزكناهم ينفكون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسأ كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفدهما وهو العدي العديم لا إقراح في الدين قد تبين الرشد من الغيم فمن يغفر من الطاوة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوصفة لنفصاب لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاوة يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبقوا به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وقتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرا لك ربنا وإليك المسين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراك ما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كن أعود برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر لفافات في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسفس في صدور الناس من الجنة والناس أسبحنا وأسبح الملق لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النصور أسبحنا على فطرة الإسلام وقلمة الإخلاس وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من لدى أبينا إبراهيم حنيف وما كان من المشركين أمزينا على فطرة الإسلام وقلمة الإخلاس وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من الذي أبينا إبراهيم معني فوابا كان من المشركين اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وسطر فأتم علي نعمتك وعافية وسطر اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وسطر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسطر في الدين والدنيا والآخرة اللهم ما أسبابي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا رب لك الحمد كما ينبكي لجلال وجهك الكريم وعديم سلطانك رديد بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فحما واجعلني من الصالحين سبحان الله وبهمته عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بك لمات الله الثامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلب جتين وطهر الرجال اللهم عافني في بدنيه اللهم عافني في سمعيه اللهم عافني في بصريه اللهم إني أعوذ بك من القفر والفكر وأعوذ بك من عداب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربك لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأل على أهدك ووعدك ما استطع أعوذ بك من شر ما صنع أبوء لك برعبتك علي وأبوء بدمبي فاغفر لي فإن له لا يغفر التلوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فما صليت على سيدنا محمد وبارق على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملق وله الحمد يهمي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبهمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد أبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أدد ما أحاط به علمك وخط به قلبك وأحصاه كتابك وارضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعنيه وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين صبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع ملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء في يدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ما تشاء بغير هساب اللهم إن هداعك بال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر ليه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوزك الله مرابطتا وأدمتها واحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفوه وشرح صدورها بفين الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيك بمعرفتك وامدها على الشهادة في سميلك إنك نعم المغلا ونعم النسير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتكين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزكناهم ينفكون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوكنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسأ كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفده ما وهو العلي العزيم لا إقراح في الدين قد تبين الرشد من الغيم فمن يغفر من الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الرفقى لأنفصاب لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبقوا به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وقتبه ورسنه لا نفرق بين أحد من رسنه وقالوا سمعنا وأطعنا غفرا لك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراك ما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفؤنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يوند ولم يكن له كفوان أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر لفافات في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسفس في صدور الناس من الجنة والناس أسبحنا وأسبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النصور أسبحنا على فطرة الإسلام وقلمة الإخلاس وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من لدى بينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أمسينا على فطرة الإسلام وقلمة الإخلاس وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من الذي أبينا إبراهيم حنيفا وباتان من المشركين اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وسدر فأتم علي نعمتك وعافية وسدرك في الدين والدنيا والآخرة اللهم ما أسبابي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا رب لك الحمد كما ينبكي لجلال وجهك الكريم وعديم سلطانك رديد بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فحما واجعلني من الصالحين سبحان الله وبهمته عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كرماته بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بك لمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلب جتين وطهر الرجال اللهم عافني في بدنيه اللهم عافني في سمعيه اللهم عافني في بصريه اللهم عافني في قلبيه اللهم إني أعوذ بك من القفر والفكر وأعوذ بك من عدام القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربك لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطع أعوذ بك من شر ما صنع أبوء لك برعبتك علي وأبوء بدمب فاغفر لي فإن له لا يغفر التلوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارق على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فما بارقت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملق وله الحمد يهمي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبهمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد أبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أدد ما أحاط به علمك وخط به قلبك وأحصاه كتابك وارضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعني وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين صبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع ملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء في يدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ما تشاء بغير حساب اللهم إن هداعك وإنبار نهارك وإنبار ليلك وأسوات دعاتك فاغفر ليه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوذك الله مرابطتا وأدمتها واحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفوه وشرح صدورها بفين الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيك بمعرفتك وامدها على الشهادة في سميلك إنك نعم المولى ونعم النسير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتكين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزكناهم ينفكون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما دا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسأ كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفده ما وهو العلي العزيم لا إقراح في الدين قد تبين الرشد من الغيم فمن يغفر من الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الرفقى لانفصاب لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسب قو به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من رفه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وقتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرا لك ربنا وإليك المسين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراك ما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأفؤلنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يوند ولم يكن له كفوان أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر لفافات في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود برب الناس بلك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسفس في صدور الناس من الجنة والناس أسبحنا وأسبح الملق لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النصور أمسينا وأمس الملق لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النصور أسبحنا على فطرة الإسلام وقلمة الإخلاس وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من لدى بينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أمسينا على فطرة الإسلام وقلمة الإخلاس وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من الذي أبينا إبراهيم حنيفا وبا كان من المشركين اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وسدر فأتم علي نعمتك وعافية وسدرك في الدين والدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وسدر فأتم علي نعمتك وعافية وسدرك في الدين والدنيا والآخرة اللهم ما أسبابي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا رب منك الحمد كما ينبكي لجلال وجهك الكريم وعديم سلطانك رديد بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فحما واجعلني من الصالحين سبحان الله وبهمته عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كرماته بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بك لمات الله الثامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلب جتين وطهر الرجال اللهم عافني في بدنيه اللهم عافني في سمعيه اللهم عافني في بصريه اللهم عافني في قلبيه اللهم إني أعوذ بك من القفر والفكر وأعوذ بك من عداب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربك لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطع أعوذ بك من شر ما صنع أبوء لك برعبتك علي وأبوء بدمب فاغفر لي فإن له لا يغفر التلوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارق على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فما بارقت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملق وله الحمد يهمي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبهمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد أبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسنيما أدد ما أحاط به علمك وخط به قلبك وأحصاه كتابك وارضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعني وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين صبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع ملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء في يدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ما تشاء بغير حساب اللهم إن هداعك وإنبار نهارك وإنبار ليلك وأسوات دعاتك فاغفر ليه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوزك الله مرابطتا وأدمتها واحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفوه وشرح صدورها بفيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيك بمعرفتك وامدها على الشهادة في سميلك إنك نعم المولى ونعم النسير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أممين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتكين الذين يؤمنون بالغيب ويكيمون الصلاة ومما رزكناهم ينفكون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوكنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسأ كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظه ما وهو العلي العزيم لا إقراح في الدين قد تبين الرشد من الغيم فمن يغفر من الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوصفى لأنفصاب لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبقوا به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرا لك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراك ما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأخطأنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يوند ولم يكن له كفوان أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود من رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر لفافات في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسفس في صدور الناس من الجنة والناس أسبحنا وأسبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النصور أسبحنا على فطرة الإسلام وقلمة الإخلاس وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من لدى بينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أمزينا على فطرة الإسلام أمزينا على فطرة الإسلام وقلمة الإخلاس وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من لدى بينا إبراهيم حنيفا وبا كان من المشركين اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وسدر فأتم علي نعمتك وعافية وسدرك في الدين والدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وسدر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسدرك في الدين والدنيا والآخرة اللهم ما أسبابي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أمسابي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا رب لك الحمد كما ينبكي لجلال وجهك الكريم وعديم سلطانك رديد بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فحما واجعلني من الصالحين سبحان الله وبعمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم أعوذ بك لمات الله الثامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلب جتين وطهر الرجال اللهم عافني في بدنيه اللهم عافني في سمعيه اللهم عافني في بصريه اللهم عافني في قلبيه اللهم إني أعوذ بك من القفر والفكر وأعوذ بك من عداب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربك لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأل على أهدك ووعدك ما استطع أعوذ بك من شر ما صنع أبوء لك برعبتك علي وأبوء بدمبي فاغفر لي فإن له لا يغفر التلوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارق على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فما بارق على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملق وله الحمد يهمي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبهمنك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه وسلم تسريما أدد ما أحاط به علمك وخط به قلبك وأحصاه كتابك وارد اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعني وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين صبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع ملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء في يدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ما تشاء بغير حساب اللهم إن هداعك بال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر ليه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوذك الله مرابطتا وأدمدتها واحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخطوه وشرح صدورها بفيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيك بمعرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النسير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وسلم